اشتركوا في القناة وخلال الزيارة أكد السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن البحرين ماضية قدما فيما سعيها نحو تنويع اقتصادها حيث يركز المجلس في خطته الاستراتيجية على تنمية القطاعات الاقتصادية المستهدفة التي تشكل ميزة تنافسية لمملكة البحرين وذلك من خلال التعاون المستمر للمجلس مع القطاعين العام والخاص باستقطاب الاستثمارات في هذه القطاعات وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى أن القطاعات الاقتصادية التي يركز المجلس جهوده في تعزيز الاستثمارات فيها تشمل الخدمات المالية وتكنولوجيا معلومات الاتصالات والخدمات اللوجستية والتصنيع السياحة وقال إن المجلس يتعاون بشكل وثيق مع شركائه ومن ضمنهم الوزارات المعنية وقطاعات الاعمال للترويج لمملكة البحرين في الاسواق المستهدفة اعتمادا على ما تحظى به المملكة من مزايا تنافسية وبيئة استثمارية مميزة وصديقة للأعمال ومن بينها وجودها في قلب منطقة الخليج وأوضح الرمحي بأن الجهود التي بذلها المجلس مع شركائه قد ساهمت في تعزيز ما كانت المملكة عالميا وهو ما أكد عليه نيل اقتصاد المملكة درجات تصنيف متقدمة في المؤشرات الاقتصادية ومنها مؤشر الحرية الاقتصادية 2016 الصادر عن مؤسسة Heritage Foundation الذي اعتبر اقتصاد المملكة الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا